ما الحل؟ الحل واحد العودة إلى دين الله العودة إلى دين الله نصلح ما بيننا وبين ربنا ثانيا البدء بتوحيد الله التركيز على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة ثالثا الجد والإجسهاد في جمع كلمة المسلمين على هذه المبادئ الأمر الرابع البعد عن الخلافات والأهواء واختلاف الرأي ربما يقول توشك وانت تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أنا انقلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السير الأمر الخامس عدم التلاوم فيما يحدث وإنما علينا أن نبدأ في العودة إلى الله والجد والاجتهاد في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا هو الحل هذا هو الحل ولا يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين على غير هذا الحل والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى